طيب مبدئيا كده مبدئيا خلاني متفقين ان البرنامج او انترنت ده برنامج جماعة حرفان ملوش بديل طيب احنا كل اللي احنا بنحاول نعمله ايه لو احنا خلاص عايزين نشوف بديل ليه فاحنا بنحاول دائما كيوتيوبرية يعني بنحاول دائما نقدم شرحات لبرامج يعني هي عمرها ما هتوصل طبعا لكفاءة بس بنحاول الى حد ما نشوف بديل يكون مجاني بيقدم يعني معظم او اكتر الحاجات اللي بيقدمها لان طبعا الادم مشكلته او تكونت بقى تكون شري شري سرير ليه او كده يعني او تجيب بقى كراك ليه والكلام ده كله طب لو انت واحد مش عايز تستخدم الكراكات وعايز تشوف حاجة تكون بديلة فلو انت واحد مش هتشتغل غير بالادي ام فالفيديو ده مش ليك انما لو انت واحد بتحاول تشوف بديل الى حد ما يكون مقارب مقارب شوية الادي ام فده هيبقى موضوع حياتي هذا ان شاء الله انا سبق قبل كده كنت عملت حلقتين اتكلمت فيهم عن برنامجين مختلفين هيزولوك الساب نيل بتاعكم قدامكم دلوقتي ده برضو كانوا يعني بدائل بصراحة محترمة لحد ما للاي دي ام النهاردة برضوك انا معي برنامج زي ما قلتلكه برضوك هو مش يوصل لكفاءة الاي دي ام بس الى حد ما بيقدم لي مميزات قوية جدا والبرنامج اللي معاني النهاردة بصراحة هو بيقدم بعض المميزات الجميلة جدا اللي انا بصراحة يعني حتى يمكن فيها مميزات حرفيا مش موجودة كمان في الاي دي ام فايه هو البرنامج ده هنشوفه مع بعض النهاردة نشوف ازاي نحمله ونسبته ونشتغل به ونشوف كده الحاجات اللي موجودة في البرنامج ده كده هو اكتر بحيات النهاردة بس اكيد لو انت مهتم تنخلش علي بلايك للفيديو لو وصفتت مني حاجة اديني كومنت كده يديني دعم معانوي اشترك في القناة لو انت او ما تشوفني فقط زر الجرس واللي زهر على يميني الشاشة هنا او شمال الشاشة هنا كده ما عرفش بقى تبقى هنا ولا هنا ده يعني القناة بتاعتي او لينك القناة على الواتساب هسيب لكم لينكها برضو فيه صندوق الوصف حاول تشترك بها بنزل هناك الفيديوهات ما بعرفش نزلها هنا على اليوتيوب وبدو نرغي كتير يلا بينا على الشرح يشبه اه طب يا جماعة ارجعنا طوله بعد الانترو كالعادة نخش عطول في موضوع الحالة طيب بصوا يا شباب انا هسيب لكم لينك تحميلي في صندوق الوصف لينك تحميلي البرنامج ده او موجود على لينك الغاريجي اللي هو ميديا فاير مساعة 8 ميجا بايت انا طبعا محموله بشكل مسبك لما ينزل اما هتحمله هنزل معك بالشكل ده كده هلفه مضغوط هتفك طبعا ضغطه بشكل طبيعي جدا هزر معنا بالشكل ده هنا كده ضغل كليك عليه وهنبدأ نثبته زي زي اي برنامج عادي خالص يعني سيب كل حاجة هنا زي ما هي مفيش فيها مشكلة عادة خالص قوله برضو كده طبعا زي عشان فين انا ما عملش فيها حاجة خالص هو بدأ يعني ينزل كل حاجة ويعمل كل حاجة مع نفسه يعني ما جدش جنبه خالص ما خالص خالص قوله هنا كده ودي الوجهة بتاعت البرنامج طبعا هو هنا بيعمل سيبه برضو كيعمل كل حاجة حاجات دي كلها بس بتبقى في اول مرة تشغله او ما تثبته يعني بعد كده هتليه فاتح معك عطول بسرعة يا طيب ادي كده واجهة البرنامج باختصار كده البرنامج بقى ده لو انا عايز احمل من خلاله اعمل الموضوع ده ازاي بصوا انتو عندكم يعني البرنامج ده في ميزة حلوة جدا جدا هلوك عليها في اخر الفيديو زي ما قولتوك كده في اول الفيديو دي مش موجودة حتى في ال اي دي ام طيب نجوه بس الاول المميزات العادية او الحاجات العادية انا فرض لو عندي يعني حاجة ده مثلا وعايز يحمل حاجة زي كده احمله ازاي هتيجي هنا علي هنا كده وتقول له هنا copy link وهتيجي بقى هتيجي على البرنامج هنا كده. وتقول له هنا في الذي هو الكاتروته الذي هو القفّ عليه هنا كده click link وقول له هنا نزل معك هنا هنا اهو اقول له هنا كده اه لو ناخد بالنا هتلاقي بيفحمل معنا الفيديو عادي خالص. مافيش فيه اي مشكلة ولا اي حاجة. وكل حاجة قدامك عادي ازاي بحن rods. طيب ده كنا مسلا بالنسبة لو انا عايز احمل حاجة من اللي بالي بالك. انا مش قادر للم حكتر من كده عشان ربنا يصر بقى و الفيديو ده ما ياخدش يعني مخالفة او حاجة يعني. طيب لو ناخد بقى انا خلاص اول فيديو نزل معنا. لو انت حتى عايز تجيب مكانه. هو بيليك مكانه فين امي كليك مين عليه. قوله هنا قون ده وله ده هو. هنفتح لك اهو ده الفيديو اللي نزل او حاجة اللي انا حملتها مش عادة بشغالها عشان اتقابلتوا الكلام ده كله. بس هو نزل معنا هنا اهو عادي خالص. طيب ده كزا مرتوكو اول نوع من التحميل. طيب لو احنا عايزين نحمل بقى زي ما بلوك كده من اللي بالي بقى لك. لو عايزة احمل حاجة زي دي. هتيجي برضو هنا تاخد اللينك ده هنا كده. ربنا يصر بقى ما اخدش انا استراك في الفيديو ده يعني. المهم. هتيجي برضو هنا كده. هو حتى بصد تاخد بالك هو خد اللينك عطول لوحده. بس هو حتى لو ما خدش معاك اللينك عطول لوحده. انت برضو هتيجي هنا في اللينك اللي هو جرابر ده كده. بس نقف ده كده نمسح ده. هتقول له برضو كليك المين هنا كده. وتقول له هنا بست لينك. هتلاقي بتاع نزل معاك هنا عادي خالص هو. وتقول له برضو كده برضو كده. هنا مش عارف ايه انستوله. قول له مسلا انستول. ماشي مش مشكلة. طيب. المميز بصراحة كمان يا جماعة بقى في البرنامج ده. ان ان انت لما دي تحمل فيديو من اللي بدي بالك كده زي ما انا هدوك دلوقتي. اه هو بس بس هو بس جماعة الحاجات دي كلها بتحصل بس ان دي اول مرة. يعني ده مش يحصل تاني. اخدوه بالكم. الفيديو يا جماعة بس عما داي خلص كده اتكلم معاكم. الفيديو لما بينزل يا شباب بينزل يعني زي فولدر كده. اولا بينزل يعني الفيديو بينزل كفيديو. بينزل كنغمة وبينزل الصبنيل بتاعه او الصورة المصغرة. وبينزل كمان فيه الفيديو. يعني بصوا اوليكو دلوقتي مسلا اول فيديو هو اه هيبدأ يحمل او عايزين يكمل تحميله. نقوله هنا كده بلاي. اه بدأ يحمل تاني هو. انا برضو عشان اواريكو ان تبقى فهمين اصد اكتر. حنستان بس لحد ما ينزل. عشان اواريكو نقصد ايه. طيب هو كده نزل اهو. كليك كلمين برضوك عليه يقوله هنا. بصوا جماعة نزل عامل ازاي ما بدان كده اطلعته اب. بصوا هو هنا نزل كفولدر. نزل فولدر اهوة. بصوا ما اخش على الفولدر هنا. البتاعه بصراحة غريبة جدا. انا مش ليش اي بنامك تحميلها بلي كده. انا عايز اكبلكو اكتر كمان. بصوا ادي ادي احميل اهو نزل هنا كفيديو عادي خالص. ونزل هنا اهو كمان كنغمة لو انت عايزة ودي نازل الصبنيل بتاعها او الصورة المصغرة بتاعة الفيديو بتاعة موجودة. نزل فيه كمان. نزل هنا كمان الملف التيكست اللي اليوتيوبر او صاحب الفيديو لما رفعه على الموقع اللي بالي بالك. هنكاتب الحاجات دي في صندوق الوصف. هو برضو منزله لك به. فهمين اصد ايه? منزلك بكل بتاعة الفيديو كله نزله. كل حاجة فيها نزلة. هنا دي شعب في الترجمة بتاعته. لو الفيديو مسع ايه ترجمة. يعني لو انت منزل الفيديو. وصاحب الفيديو ده كان حتى ايه ترجمة. ده ملف في الترجمة بينزل معها كمان. فالبرنامج ده بصراحة في الميزة دي انا مشترش ايه برنامج تحميل تاني بصراحة. انه بينزلك حرفيا كل حاجة اللي علاقة بالفيديو. ممكن بس المشكلة الوحيدة ان انت ما بتقدرش تختار كوالة الفيديو اللي تجي تنزله به. يعني في الاي دي ام. لما بتجي تحمل حاجة في الاي دي ام. بتشوف انت عايز تحملها مسلا ربعمائة وتمانين ولا سبعمائة وعشرين ولا الف وتمانين. لا في البرنامج ده هنا هو تلقيق على طول بيحملها باعلى جودة. اللي هو اتش دي اه الف وتمانين. فهي يعني يعتبر حاجة حلوة. وحاجة وحشة في نفس الوقت. حاجة حلوة انه بيحملك باعلى جودة. وحاجة وحشة برضوك لان مش كل الناس عايز تحمل باعلى جودة. ممكن في فيديو اللي عايز تحمله مسلا ربعمائة وتمانين بس. فمنكم دعيبوا ان انت ما بتقدرش تحدد انت عايز تحمل ايه? طيب. الهداية بقى للناس اللي كاملوا معايا الفيديو لحد هنا. اللي زي ما قلت لكم اللي هو الميزة اللي في البرنامج ده اللي مش موجودة حرفيا في اي برنامج تانية انا شفتها. بصوا شباب لو هنفترض ان انا عندي هنا مسلا دي بليلست او ده يعني ده ملف تيكست هوت. في مسلا هنا بتاع خمس فيديوهات من على الموقع بتاعي اللي بالي بالك. او خدوا بالكو على اي موقع تاني. الفكرة ان انا عندي هنا مسلا بليلست. فرضا انا وعايز احمل كل الفيديوهات اللي فيها. فاعمل الموضوع ده ازاي? ادي مسلا ده ملف تيكست هوت. ودي لينكات لكل الفيديوهات اللي موجودة في بليلست. الفكرة كلها انت دي هتعلم على فيديوهات دي هنا كده. وهتقوله هنا كنترول سي. هتاخدها كنترول سي عادي خالص. بعد كده دي هتفتح البنمج هنا وهتخش برضك على الينك جرابر اللي هو هنا كده. وتقوله هنا كليك المين وتقوله هنا بست لينكس. هتلاقي اهو. ادي الخمس فيديوهات اللي انا كنت لسا واخد لينكاتهم زاهروا معايا هنا هو. فده الفكرة لو انت عندك اكتر من فيديو وعايز تحمل كل وكبليلست مرة واحدة هتحملها عادي خالص. بعد ما يعني هتنزل معك بالشكل ده هنا كده هتقوله هنا. او هناخد باني هتلاقيه حالا اهو بدأ يحمل كل الفيديوهات. هيحمل ادي الاولين وحتى بدأ يشتغل في التاني هو. اضعبش هو بيحمل يعني كام فيديو مع بعض. بس الفكرة ان هو هتلاقيه مسلا يحمل اتنين باتنين مسلا هيخلصه ويخدش اللي بعده. بصراحة البرنامج ده مميز جدا فيه حاجات انا ما شفتهاش في برامج تانية الحقيقة يعني. فطبعا هو يعني لي 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 وعلي لي عليه يعني هو مسلا ما فيش فيه الايكون اللي تزهر بوق الفيديوهات دي عشان تحملها. بس زي ما قولت لكم اي فيديو انت عايز تحمله خد اللينك بتاعه قبي ورميه هنا. التحميل بتاعه سريع جدا بصراحة ما فيش فيه اعلانات مفيش بقية يقولك يعني اي 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 اكتيفيشن او فعلني بعد تاتين يوم والاكلام ده كله. وهتدر تحمل منه باعلى جودة وبصراحة بلانك ممتاز جدا جدا جدا. فبس شرب ده كان موضوع حالة النهاردة. لو استفدت مني حاجة والبرنامج عجبك. ما تبخلش علي بلايك للفيديو كومنت جميل زي كده لان بلاحظة يا جماعة والله الناس بيعملوا كومنتات فقط لما يكون عندهم مشكلة. فخش يكتب لي المشكلة وكده. انما لو الفيديو شغال معي تمام ومية مية ما بيكتبش كومنت. يا شباب يعني بلاش اي موضوع انت شواجر ده يعني خش تفركت على الفيديو والفيديو عجبك والشرح عجبك. متبخلش علي يديني بس كومنت. بلايك جميل زي كده. طبع لو انت او ما تشوفني انا احمد شيتو سعيدني تنضمي للقناة عن طريق زر السبسكريم وانكون تحت الفيديو. واتفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله جديد يجي لك باشعار. وبس كده يا شباب. سلام.